أعلن المتحدث العسكري اختتام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك خمسة والذي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية يأتي التدريب ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك خمسة والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشات والمدرعات والقوات الخاصة لكل البلدين والذي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية ويأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بدأت المرحلة الختمية بعرض التوجيه الطبغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ والتي تتضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية تم الاستلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتطقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد ونفذت عناصر المشات الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية وقامت القوات الخاصة لكل البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي وتطهير القرية وتحرير الرهائن كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري لأعادة الحياة لطبيعتها أعقبه استفاف لعناصر من القوات المشاركة في التدريب وعسف السلام الوطني لكل البلدين وشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المفذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية موجها شكرا لجميع العناصر المشاركة في التدريب وألقى قائد القوات المصرية المشاركة في التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية حضر المرحلة الختمية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين